لما بدأت تلعب في تيم النار الاهلي مع كل الأساسين ديت كابت الناجيب المسكاوي أطلق عليك اسم الفناجيل الصغير هل عشان كنت متمكن أول من التصويب ولا دي مهارة انت زي ما قلت انت بتناميها وهي دي من العلامات بتاعت خالج جدالة في الملعب لا هي من العلامات ورحمة الله عليك كابت الناجيب المسكاوي لما أطلق علي الفناجيل الصغير أنا طبعا ده كان شرف كبير جدا ده أول لقب بس لأن كابتن رفع الفناجيلي ده من العيبة للأساطير متاعت النادي الأهلي فأتشبه بي دي كانت حاجة كبيرة قوي لا وبعدين مش حت التصويب بس يا كابتن حت التصويب وبناء اللعب السروهات وصناعة الأهداف والأسستات دلوقتي بقت أسستات دلوقتي يقولوا عليها الأسست دلوقتي ده أساسي قبل الهداف بالزبط كده فالحمد لله الواحد كان عنده رؤية واسعة وأنا من الحاجات برضو كان بتميزني إن أنا ببقى شايف كشف الملعب بشكل كويس بالزبط وشايف أكبر مساحة من الملعب أنا في كورة كنا بلعب دراجونز البنيني فاكر كورة الجول كبر معرفش مين كان سابت ولا كراوة مين الدهاني أي وبعدين انت دخلت طلقت على برة ومتمي الدهالك أنا أي ومتمي الدهاني ومتمي الدهالك تاني وجريت أنا على قدام عملتالي اللي هو الخطيب جاب في جوله واشاله من فوق اللعب أي وحطه بطن الجليه من اللجوان الجميل ده جون علامي ده جون علامي ده الهدف ده 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 كابتن الخطيب ده الخطيب أنا شط ووقعت من يد الجون حاجة كده آه ولا ده الجون الأولاني ده الجون ده مختار ده جون المختار هو الخطيب شوف الوانتو عمل إزاي ده مختار يا خبار ربي يا ده عكورة والفرة دي كان بتخبط فينا تخفيض لا فظيح يا خبار ربي يا ده أصل الفرة الأفريقية في الوقت ده كانت جمدة جدا ما فيش مختارفين ما فيش مختارفين وما فيش احتراف شوف مختار بربع سانتي آه ده جون حلو قوي قوي الماتش ده تفتكر يا خد احنا كنا خاصرانين هناك 2-0 أيوة وكسبنا هنا أربعة ده يقول اللي عملته الخطيب ده اللي هيوقفها الكابت الخطيب وهيطبطني رجله الله زي ما يكون قاعد على الكرسي لا 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 مش ممكن آه لا 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 يا جون وأنت تلعب مع كابت الخطيب كمان والكرة مش معاك اللي لازم تقف تفرج عليه بيعمل ايه طبعا معنا كنت بقولي الخطيب إيه ما كنت ببدأ الماتشات آه وتقول له يا خطيب مثلا في اليوم ده وأنا بعمل التسخين بتاعي بس توقيف أبوز لا 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 قلت له يا خطيب خليك على البعيدة على حصول باستمرار قال ليه تقول له رجلها تقيلة النهاردة مش خفيفة وبعد كده ببداية تقلع ضرب الجزاء آه أنت شابه كرة زي دلوقتي لا كرة دلوقتي طبعا اتغيرت يعني من ناحية السرعة كرة دلوقتي أسرع النواحي الدفاعية زادت بشكل كبير جدا التكتلات الدفاعية والواجبات الدفاعية زادت بشكل كبير جدا برضو أيامنا كانت الملعب يعني فيها تقدر كانت تقدر بس كان عندك حلول فردية لعبين كتيرة جدا لا كتير كل واحد عنده مليون حاجة أنا أفتكر برضو يعني احنا من ناحية ما كانش حد بيقول لنا هتتحرك وتخش نعم الكازر نعم كل واحد عارف حسب حسب ظروف الماتش وهو جوه الملعب بإيه اللي بيبقى محتاج